السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة غرسات ثامية مع فيديو جديد ووصفة جديدة الوصفة الكوكيز اللي صراحة كل شي كل شي كل شي كي يطلبها كل شي كي يطلبها مني ندرت هج حالها دي وانفوك نحطها في الواتساب عندي في ستاتشي اولا في ستوري كل شي كي يطلب لي الوصفة المهم اليوم وغذي يقضها معكم بطريقة سهلة معلها كتعطي كيميا كثيرة كي جي صراحة والله العظيم لبنين على دي الزنقة مقرمشة بزاف وما في هاش ماشي مقادر اللي معكتها كل شي كي ندنا في البيت وبزاف الحواج نقدر نعوضهم بحواج خرين لما يتوفرين شا عندكم قوموا معي حتى الاخية باش نتعرفوا على الطريق والمقادر لا تنسوا اشتركوا واحد لايك بالنسبة لها الكوكيز والشوكولة سوف نحتاجون ان شاء الله لدينا بيطة واحدة لدينا هنا ربعة دي الزبتة 250 جرام عندي هنا يالتاقيق عندي فرون كاراميل وخاميرة واحدة وفاني كاس ديال الزيت عندي جوج معلقة ديال الحلب بودرة جوج معلقة ديالتاقيق محمر جوج معلقة كوبار ديالمايزينة وجوج معلقة ديالكاكاو عندي حبيبة الشوكولة وعندي هنا يسكر ساني داحت هو كاس بالنسبة لها المقادر اللي اعطيتكم غادي نعطيكم الحواج الى ما توفروا ش عندكم يمكن لكم تعوضهم بحواج اخرين او لا يمكن لكم ما تستعوضوا همش يعني انا كنقاد وان اغان شرح لكم كل شي مهم هنا اخليت الزبتة كانت اندي قاسها بزاف دووستها شفية في الميكرون او لف باماغي باش تدوبها شفية يعني ما تدوبوهاش بزاف كنضيف معها كاس السكر وفانية وكن نحاول نخلط ديالك شي مزيان حتى يولي لاش كالبوماد باش ونحاول ديالك السكر يدوب لينا مزيان غادي ندير كاس ديال الزيت وخدكم عندكم الزيت او لا عفوا نسكر ذاك النوع الغليد حيث انا هناك استعمل ذاك الغليد وانتخافوش من النوع يبقاو تخلطو 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 مزيان را را ديال يدوب مع حرارة ديال يد ومع تتخلط را غا ديال يدوب صفيقي كتدخل ديك كاس ديال الزيت مع المكونات كنضيفو بيضا المكونات ضروري تكون درجة درجة الحرارات المطبخ باش إلا كان في حيث إلا كانت لبيضا متاعين فتلاجة ودرتوها السبدة ستقطح لكم موتوماتيك مو نكشيالك ضروري تكون بحرارة المطبخ انا اخذك فلان ديال كاراميل كيجيك يعطينك هزوين الصراحة ضروري تستعملوه حيث كيضيف واحد كهزوين بزفل هاد الكوكيز هادا اعطيتكم عندنا الحالب المحل عفوا الحالب بودرة او يعني ينيدو جوجيا المعالق يمكن لكم انكم تستغنو عليه هنا عندنا جوج مالق ديال الدقيق ديال الدقيق محمر حتى هو ضروري تطيفو حيث يعطي واحد البنزوين الاخور تأخذوا جوج مالقات ديال الدقيق وتحمروهم بحل اللي قتحمروه لسلو يعني فيما يخش واحد الوقت كبير وعندنا هنا يجوج معلق ديال المايزينة او للناشا ضروري في الوصفة يعني ما نقدرش نستغنو عليها لانها كتحشش لنا داك الكوكيز ديال ما كيجيش قاسح وعندي هنا يجوج معلق ديال الحالب بودرة بعض المرات كان ضيفوه بعض المرات ما كان ضيفوش يعني هنا توفر ضيفو ما توفرش قدروا بتستغنو عليه وعندي جوج مالق ديال عندي جوج معلق ديال الكاكاو المر يعني صهش دية الكاكاو المر اولا غا تأخذو جوج معلق ديال ذاك اللي كان لديلو في الحليب مع الدراري الصغار اذا كان توفر ديالو ما كانش متوفر ما تديروه شعنا مباد المرات كان ديالو بعد مرات كان ديرو شعني كان ضيفوه عن حسب اللون ولكن داك الضقيق المحمر اللي درنا راه كافي كيعطي كوكيز يدخل محمر في الزوين إذا كانت توفر كاكاو المر ضيفه لا تضيفه كوكيز يدخل شوكوكيز يدخل خمارة حمراء نضيف المكونات كوكيز يدخل في الزوين ونضيف الدقيق تدريجي لا يمكن أن أعطيكم الكيمية لأن كل اخترار حركة هذه الزوين يمكن أن تضيفه حتى تحصل على الأجين الليينة لا تكون قاسحة كيف سوف تكون؟ إذا تحتفل فيها سوف تفرط لكم سوف تفرط لكم لا يمكن أن تجمع هذا الشيء يجب أن تكون رطبة شوية كيف يدخل فيها بسهولة هنا أخذت واحد طبيصيل شوكولات كوكيز هنا تقريبا 1-15 درهم شوكولات كوكيز ما بين تزيين و ما بين ما تدخل في الزوين يعني 5-15 درهم هنا من الأحسن تأخذوها الشوكولات الصغيرة ما هي اللي تكون صراحة زوينة الكوكيز سوف يكون كور نضيف ميزان نخطصها في شوكولات كوكيز ما كنت تشوفوا و نضغطو عليها واحد شوية لا تخليوها تشغلها بزاف ضروري يجب أن ترقوها بشيء غريبة نضغطو عليها مزيئ لأنه بقي سوف تنفخ واحد شوية و في نفس الوقت سوف تنلقيق بحال البسطة مهم عنكم ميزانكم سوف نستمر بها الطريقة حتى نكمل الكيمياة كاملة و نضغطوها بالفران بالنسبة للطيب فلتدها في الفران سوف نقوم بتشغيلها من التحت مع صنافة و نقوم بتشغيلها من التحت حتى يلسلها من التحت و نتحمل و نتمكن بتشغيلها من الفوق و نأخذت الوين من فوق و ننحيدها نكتب تعالى من التحت و عددنا من التحت و عددنا عنها من فوق شغращوها و دقاءة واحدة سوف تثقق و سوف اتنمتع قليل الغريبة يعني كوكيز رما ما كيجيش مشقق كيجي يعني كيجي سطح دياله عادي تكشي علاج غا تشعلو عليها من تحت التحمر وتشعلو عليها من الفق وصافي دوت طيب ديالها العادي نحيدو هاديك الساعتين ونخليوها تبرد وصافي هنا كملت اللاطة اللولا هندخلها الطيب ومبعد ما نخرجها ندخل اللاطة الثانية حيث عندي غي جوج غي لاطة وحدات اكشي علاش كنت خلطة بلاطة هادي الكيمية ديال الكوكيز اللي عطتكم يعني ما بينزبدها وزيتو تكشي أعطتني جوج ديال لاطة ديال الكوكيز صاف هنا بعد ما كيبدو كنهزهم كنحطوهم فوق واحد المنديل باش اللحطاتهم فالتبصيل غي يعرقو لكم وغي يفزقو دكشي علاش ديرهم فواحد المنديل حتى يبردو على خاطرهم وقدموهم بصحاب راحة كنقدمو لكم حلاكا كيجيوا الصراحة زوينين كنعطيهم لولدتي هكا فلانش بوكس كيديو معهم يعني لندراسة هكا الفطور ولا بغيت هكا شي حاجة يعني شي حاجة خفيفة الفطور هكا كيجيوا زوين مع قهيوة كيجيوا رائعين والله العظيم لبنان بزاف ومقرمشين والاهم انهم ساهلين يعني ما فيهمش بزاف ديال المقاتل ما فيهمش شي حاجة صعيبة شوفوا بعي كي باش كيجيوا من الداخل محمرين الطيب وصلهم تل داخل تبعوغي الطريقة اللي قلت لكم وتبعوغي الطريقة ديال الطيب باش ميجيوكوش مشقين بحل غريبة وغايجيوكم ناجحين الى فيديو قادم ان شاء الله ليتكم على خير